يشهد على أن محمداً رسولاً من عند ربه سبحانه وتعالى لا يمكن لإنسان أن يصف لنا هذا المشهد بهذه الدقة هل النبي ركب البحر؟ هل ذهب إلى منطقة مثل هذه ليحدد لنا أنها منطقة مضطربة؟ هنا هذا الخط حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم هذا البرزخ المائي دققوا معي أيها الأحبة هذه صورة حقيقية يظهر فيها البحر هنا باللون الفاتح ولونه طبعاً أزرق فاتح شبه عذب وهنا يظهر باللون الأزرق القاتم أو الغامق لأنه الشديد الملوحة سبحان الله طبعاً هذه المنطقة أيها الأحبة وراء هذا الماء العذب هنا إذا كنتم تلاحظون هذا هنا يوجد جبال جليدية وهذا طبعاً هذه المنطقة في غرب كندا هنا يوجد جبال جليدية كما تلاحظون لونها يعني غير ظاهر ولكن بالنسبة لي واضحة هنا إذا كنتم تلاحظون هذه الجبال عندما تزوب نحن نعلم أن الجبال الجليدية ماءها عذب تشكلت من المياه العذبة من مياه الأمطار العذبة فعندما تزوب هذه الجبال يتدفق الماء العذب إلى البحر طبعاً البحر هنا كله كان لونه أزرق وعندما تدفق الماء العذب بكميات غزيرة جداً ماذا حدث لدينا؟ حدث لدينا هنا منطقة شبه عذبة ومنطقة مالحة إذن حدث لدينا منطقة قليلة الملوحة هنا ومنطقة هنا شديدة الملوحة انظروا إلى هذا الخط الفاصل بينهما سبحان الله هذا هو البرزخ البرزخ المائي انظروا كيف يفصل بين الماء العذب الماء العذب هنا يضغط على الماء المالح وتتشكل بينهما جبهة هكذا يعني هذا الماء له قوة ضغط وهذا له قوة ضغط فتتشكل جبهة أو ما يشبه الجدار ما يشبه الجدار العازل هنا الجدار ولكن وهمي الجدار من القوى الميكانيكية يتشكل هذا الجدار من القوى الميكانيكية قوى الفعل ورد الفعل تشكل جداراً فلا يطغى الماء العذب على المالح ولا الماء المالح على العذب وهذه الظاهرة تظهر في الأنهار أكثر انظروا معي أيها الأحبة إلى هذا البرزخ الدقيق هنا كيف سبحان المبدع خط دقيق جدا وهذه الظاهرة تستمر أيام أو أشهر هي تحدث كل فترة يعني فنراها هكذا الله سبحانه وتعالى وصف لنا هذه الظاهرة بدقة مذهلة وبشكل يتناسب مع الحقائق العلمية الهندسية التي تحصل في هذه المنطقة وهو الله هذه الظاهرة لا يمكن لأحد أن يفعلها أو يقوم بها وهو أي الله وهو الذي مرج البحرين انظروا هذا بحر وهذا بحر يعني هنا ليس نهر إنما بحر وهو الذي مرج مرج لا تعني خلط أيها الأحبة أو مزج لها ثلاثة معاني مرج أي مزج بالفعل هنا تحصل عمليات مزج عند هذا الخط عند منطقة البرزخ وهو الذي مرج البحرين ومن معاني مرج الطربة هنا عندما نزل العلماء بأجهزتهم ودرسوا هذه المنطقة هنا تحدث دوامات عنيفة باستمرار عند هذا البرزخ كلما نزلنا للعمق نجد تفاعل شديد بين الماء العذب والماء المالحة أو الماء قليل ملوحة والماء شديد الملوحة وتحدث دوامات فهنا يسميها العلماء جريان مضطرب وليس مستقر يعني هنا قد يكون الوضع مستقر نوعية جريان الماء مستقر هنا الجريان مضطرب حالة امتزاج واضطراب وعنف منطقة عنيفة جدا هنا وهناك اختلافات في درجات الحرارة بين هذه المنطقة وهذه المنطقة اختلافات في الكثافة في الملوحة إلى آخرين فإذن من معاني كلمة مرجة امتزج وهذا يتحقق هنا واضطرب وهو يتحقق في جريان الماء هنا المضطرب علميا واختلف يعني من معاني مرجة كما في الطبر وغيره اختلف إذن هنا ايضا هنا اختلافات في الكثافة والملوحة ودرجة الحرارة سبحان الله انظروا يعني دقة الوصف القرآني وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات طبعا الآية تصف لنا منظر ادق من هذا النهر النهر العذب الفرات عندما يدخل إلى البحر يشكل لنا نفس هذا المنظر ولكن هنا الصورة سبحان الله أوضح لأن المياه الجليدية شديدة العذوبة ذابت وشكلت هذا المنظر وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ما معنى أجاج؟ أي زائد أجججة يعني بالغة وزادة وأفرطة يعني مفرط الملوحة وحجرا محجور هذا الجدار الوهمي الهندسي مؤلف من قوى ميكانيكية هنا والذي يضمن المحافظة على بقاء الماء العذب هنا والماء المالح هنا يسميه العلماء أحيانا بالجبهة المالحة أو الجبهة العذبة جبهة تتشكل هكذا قوى ميكانيكية هو حجر محجور فعلا حجر هو حجر هو جدار سبحان الله فوجعل بينهما برزخا كما نرى أمامنا إذن وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والله أيها الأحبة يعني هذا المشهد يشهد على أن محمدا رسول من عند ربه سبحانه وتعالى لا يمكن الإنسان أن يصف لنا هذا المشهد بهذه الدقة هل النبي ركب البحر؟ هل ذهب إلى منطقة مثل هذه ليحدد لنا أنها منطقة مضطربة هنا هذا الخط ويحدد أن هناك جدار هندسي يفصل بين هذين النوعين من الماء هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى نسأل العز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحم